أهلا بكم من جديد أجواء منطرة شهدتها مكة المكرمة يوم أمس الأربعاء حيث هطلت أمطارا خفيفة ومتفرقة نرصدها لكم من خلال هذا الفيديو الذي نشر على موقع اليوتيوب هذه المشاهد أخذت في وادي نعمان في مكة المكرمة وتشير إلى تساقط الأمطار الخفيفة والتي تخللتها بعض الأمطار الرعدية أحيانا هذا ومن المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من السعودية تشمل جازان عسير الباحة والطائف وتمتد حتى مرتفعات منطقة المدينة المنورة طبعا خلال الأربع وعشرين ساعات القادمة في اليمن أيضا لدينا أمطار محتملة وعواصف رعدية أحيانا على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية لتستمر الأجواء الغائمة على السواحل العمانية وتحديدا على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها في فترة المساء ننتقل إلى شرق المتوسط في لبنان لأن أثبت أيلول مقولته فأمطرت وغطت أمطاره بيروت ومناطق متفرقة من الساحل والمرتفعات القريبة فيما لم تصل الأمطار إلى المناطق الداخلية والبقاعة أمطار أيلول المتفرقة والتي تساقطت على الساحل أربكت حركة السير حيث فضل السائقون تخفيف سرعتهم لأن الأرض تحولت إلى ماء صابون على حد قولهم لأنها الشتوى الأولى والتي من شأنها التسبب بالتزحلق والحوادث وذكرت أمطار أيلول ذكرتنا بالمشهد الشتوية فظهرت المظلات مجدداً وشهدت الشوارع الرئيسية زحمة سير خصوصاً على أوتوستراد، أنطليس وجلديب هذه الأمطار من المتوقع أن تستمر لغاية صباح يوم الخميس مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة لتعود إلى الارتفاع مجدداً يوم الجمعة وتعود الأجواء صحوة من جديد هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة شكراً لكم على المتابعة